باب في مواقيت الحج المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحج وشرعا وموضع العبادة أو زمنها وللحج مواقيت زمنية ومكانية فالزمانية ذكرها الله بقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحج أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعدها إلى مكة بدون إحرام وقد دينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجخفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يا لملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم خمسة وأربعين وثمانمائة بعد الألف ومسلم برقم واحد وثمانين ومئة بعد الألف انتهى ولمسلم من حديث جابر وما هل أهل العراق لا تعرق حاشية رواه مسلم برقم ثلاثة وثمانين ومئة بعد الألف انتهى والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حضما وهو مكة وحما وهو الحرم وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرم الصفحة السادسة والتسعون والمئة وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المدينة فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابر وبينها وبين مكة ثلاث مراحل وبعضهم يقول أكثر من ذلك وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة مرحلتان وميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسين وهو مرحلتان عن مكة وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق بينه وبين مكة مرحلتان فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمره ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة فلا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحلم ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه يقول عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم رواه البخاري حاشية برقم واحد وثلاثين وخمسمائة بعد الألف انتهى وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب طائرة فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جده فيحرم من جده أو من بحره كما يفعل بعض الحجاج فإن جده ليست ميقاته وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات فيكون عليه فدية وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس فيجب التنبيه عليه فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سننة وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة وإن أحرم بدونها فلا بأس فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقليل فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر وهذا ينقص حجه وعمرته الصفحة السابعة والتسعون بعد المئة ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه لأنه واجب يمكنه تداركه فلا يجوز تركه فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبوع بدنة أو سبوع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه لأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم